تمثال جدنا كبير توت عن خامون رأس تمثال توت عن خامون اللي اتباع فيه صالة اسمها صالة كريستي في لندن وقلنا انه زي ما قالت صحيفة ديلي بيست قالت انه تم بيعت رأس تمثال بستة مليون سترليني ولا دولار ستة مليون دولار ستة مليون دولار الرأس دي مصري يعني هم عندهم فيه عندهم توت عن خامون بريطاني نعم يعني فيه توت عن خامون فرنسي توت عن خامون مصري فرعوني مين هرب الرأس الفرعونية الى لندن مش عايزين يقوله احنا خطبنا كل الجات المعنية الاثار والصفارة والخارجية وكله كلمنا دور دار العرض او المزادات لو سمحتوا الرأس الفرعونية اللي عندكم جايبينها من اين مردوش لو سمحتوا مفضلكم تبدونا الورق اللي بيدول ان الرأس الفرعونية دي طلعت من مصر بشكل قانوني مش بتقربة مردوش مردوش علينا ولا رد ده مين دون ناس المتحضرين الحضارة الغربية البريطانيين مردوش علينا الحكومة البريطانية ما خريتش خرر لو احنا عندنا في مصر الحكومة البريطانية كلمت وقالت عندنا فيه رأس الملك البريطاني ريتشارد دخال بالأسل اي كلام احنا في مصر ناخد قرار بسرعة نعمل تحقيق ده بتاعتهم تفضلوا ده لو محترم لكن هم هادي ولا حياته لمن تنادي واتبعت الرأس الفرعونية بستة مليون دولار وبنقول لهم لو سمحتوا من فضلكم قولونا خرجت من مصر ازاي خرجت بشكل قانوني ولا بشكل غير قانوني ولا حياته لمن تنادي في الاخر نقول لك يا ستوقات بتاعت الامير مش عارف ايه الامير ايه الامير وده لابنه وابنه باحة اي كلام مهمش الناس الاخر سرقة الاثار الفرعونية او تهريب الاثار اللي موجودة بره في المتاحف اللي بره ببعه بملايين ومئات الملايين من الدولارات ده بيمثل سرقة سرقة بين دول ما يصحش احنا بنرفض هذا بنقول ده سرقة جزء من التاريخ سرقة جزء من التاريخ غير مقبول لن نقبل هذا